بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أسعد الله وقاتكم طلاب الصف الثالث من مدارس خيبة الله اليوم عنا يا طلاب درسنا الأول من الوحدة هو المجسمات واحد حبايبي خلوين ما من ننسى نكتب اليوم والتاريخ على رأس الصفحة اليوم الثلاثاء التاريخ 13-4-2021 الدرس الأول هو المجسمات الآن أسمي كل من المجسمات الآتية انظروا إلى المجسمات التي أمانكم يا أبطال بداية نريد أن نتذكر أن المجسم يختلف عن الشكل المجسم نرى رؤوس أحرف والشكل كامل من كل أبعاده بينما الشكل نرى منه فقط وجه واحد أحسنتم انظر إلى المجسم الأول إنها كرة قدم هذا مجسم أحسنتم كروي ننظر إلى الشكل الثاني وهي عبارة عن علبة شك اسم المجسم هو الأسطواني هنا لدينا هذه القبعة اسم المجسم هو المخروطي أحسنتم المخروطي الآن انظر إلى مجسمات أدنى ومقابلها شكل الوجه المضلل لاحظوا هنا لدينا الشكل المجسم المخروطي شكل الوجه له دائرة أحسنتم دائرة هنا لدينا أسطوانة شكل الوجه أيضا دائرة لاحظوا أن الشكل الأسطواني والمخروطي شكل الوجه لهم هو دائرة أحسنتم ننتقل إلى الشريحة التالية أملأ الجدول الآتي لكل من المجسمات الآتية لدينا هنا مجسمات يا أبطال نريد أن نتعرف على اسماءها عدد رؤوسها عدد حروفها عدد الأوجه وشكل الوجه لكل واحد انظروا إلى المجسم الأول إنه المجسم أحسنتم المخروطي عدد رؤوسه انظروا إليه جيدا كم رأس له أحسنتم رأس واحد هل لديه حروف لا لا يوجد لديه حروف عدد الأوجه أحسنتم إنه وجه واحد انظروا إليه هو محدد هنا أحسنتم وجه واحد وهو شكل الوجه دائري أحسنتم وجه دائري انظر إلى الشكل الثاني هو الأسطواني هو المجسم أسف الأسطواني شكل المجسم اسم المجسم هو الأسطواني أحسنتم عدد الرؤوس هل يوجد له رؤوس هل يوجد له رؤوس لا لا يوجد له رؤوس عدد الأحرف هل يوجد له أحرف لا لا يوجد له أحرف هل له أوجه نعم لديه وجهان عدد الأوجه وجهان هنا وجه وبالأعلى وجه عبارة عن وجهين متقابلين دائران وجه وجهان دائريا كما في الشكل انظر إلى الشكل الذي أمامك اسم المجسم هو الكروي عدد الرؤوس هو صفر لا يوجد عدد الأحرف صفر لا يوجد عدد الأوجه أيضا صفر لا يوجد شكل الوجه أيضا لا يوجد له أوجه الآن أسمي المجسم فيما يأتي مجسم له وجهان دائريا مجسم له وجهان دائريا أحسنتم وجهان دائريا متقابلان إنه الأسطواني إنه مجسم الأسطواني مجسم له وجه دائري واحد ورأس واحد هو أحسنتم إنه المقروطي المجسم المقروطي مجسم ليس له أوجه ولا رؤوس ولا أحرف أحسنتم إنه المجسم الكروي الآن ضروا يا أبطال اذكر من البيئة المحيطة بأجسام تدل على كرة وسطوانة ومخروط انظروا إلى الكرة هنا كرات الزجاجية التي تقومون باللعب بها أيضا كرة القدم كرة التنس أحسنتم تدل على كرات أحسنتم شكل مخروطي قبعة عيد الميلاد التي أحسنتم التي تستخدمونها عند الاحتفال بعيادة ميلادكم أيضا القطعة الموجودة أسفل حبة البوزة انظر إليها شكلها مخروطي أحسنتم أسطوانة جميعكم تعرفون أن أسطوانة الغاز شكلها أسطواني إلى هنا هكذا نفون شرحنا لكم درس المجسمات وحدي أعطيكم العافية وبرك الله فيكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر